عقد مجلس الوزراء جلسته عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرامين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز السعود وفي مستهل الجلسة اطلع المجلس على آخر المستجدات المتصلة بجائحة كورونا وتطوراتها في الجانبين الوقائي والعلاجي كما عد المجلس صدور الأمر السامي باستمرار العمليات التعليمية عن بعد حتى نهاية الفصل الدراسي الأول تأكيد الاهتمام القيادة بسلامة الطلاب وحرصها على استمرار العمليات التعليمية ووصف المجلس التقديرات الإيجابية عن اقتصاد المملكة بأنها تحكس متانته وقدرته على موجهة التحديات في حين أكد المجلس على المضي في تحقيق مستهدفات الرؤية نحو تمكين القطاع المالي ليكون ضمن أكبر المراكز المالية العالمية بحلول عام 2030 كما جدد المجلس إدانته بشدة استمرار الميليشيا الحوثية الإرهابية اطلاق الطائرات المفخخة لاستهداف المدنيين في المملكة بطريقة ممنهجة